مفتن سياسي أمني رفيع المستوى تشارك الإمارات في منتدى حوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين ويجمع نخبة من أبرز قيادات العالم السياسية والعسكرية والأمنية بهدف مناقشة التحديات في الشرق الأوسط وتحديد بوصلة تمنح صناع القرارات خارطة طريق لرسم السياسات من المنامة تقرير غاز الغريري نتابع على مدى ثمانية عشر عاما نجحت البحرين في جعل منتدى حوار المنامة القمة الأمنية الأولى في الشرق الأوسط التي تجمع نخبة من أبرز قيادات العالم السياسية والعسكرية والأمنية لتبادل الرؤى والأفكار ولمعالجة التحديات الأمنية والدفع بالمبادرات السياسية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام خاصة وأن المنطقة تشهد ظروفا وتحديات أمنية وعسكرية بالغة التعقيد حوالي المنامة الحقيقة منصة مهمة جدا لمناقشة المسائل الذات الأهمية بالنسبة لأمن المنطقة أمن الخليج التطورات الجيوسياسية والاستراتيجية ومدى تأثيرها على الأمن في المنطقة ومنصة مهمة لكي دول المنطقة تسمع رأيها وتقييمها لكل هذه التطورات وكيف نظرتها للتعاون أيضا مع كل الشركة والأصدقاء في العالم منتدى هذا العام حضره عشرون وزيرا وأكثر من أربعمائة مشارك أمني وعسكري وأكاديمينا من مختلف دول العالم وشكل فيه حضور دولة الإمارات علامة بارزة حيث شاركت بوفد دبلوماسي وعسكري رفيع المستوى ما يؤكد قوة تأثيرها في ملفات الشرق الأوسط ومبادرات دول الخليج والمنطقة لحل النزاعات الإقليمية منهجية القيادة في دولة الإمارات بإشاعة السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة مهم جدا أن الآخرين يسمعونه مهم جدا أنه من خلال هذه الحوارات التي تعقد في مثل هذا الملتقة التأكيد على أهمية الازدهار أهمية الاستقرار أهمية بناء جسور التواصل في المنطقة وركزت نقاشات المنتدى على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمنعطفات أمنية خطيرة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلال ثقيلة على العالم برمته حيث أكد الحاضرون على ضرورة وقف هذه الحرب وإيجاد حلول تسهم في حل النزاعات والحروب ومكافحة الإرهاب وتطرف بشتى صوره وأشكاله مشاركة دولة الإمارات في حوار المنامة يؤكد قوة حضورها الدبلوماسي في هذا المنتدى الذي يعد ملتقا وقمة أمنية تجمع أبرز القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة قازي الغريري لأخبار الإمارات المنامة